كنا مع هذه الحملة والدليل أنه أول أيام من طلقة الحملة السوشال ميديا كله مؤيد وكله مكيف وفرحان بالموضوع الموضوع الآخر اللي لازم ننتبه له أنه هذا الشخص اللي قد نقول إحنا نستهزئ نقول هو شخص واحد هذا الشخص يتابعونه عشرة مليون يعني هذا اللي يتابعونه لو مؤثر له ألفين ثلاثة من العشرة مليون فهي كارثة حقيقية يعني احنا كثير من الأشياء قبل ما يطلع السوشال ميديا من خلال الأفلام كانوا أطفال يعني أحكي لك مثلا بالتسعينات وبالثمانيان يطبقون الأفكار اللي تطلع بالأفلام والمسلسلات من خلال الخنق وقتل وهذا يعني أنا أتذكر حادثة بالتسعينات طلاب مدرسة لزموا طفل وخنقو ذبوا بالمنهولة بالمجاري قتله كان أكو فيلم شايفينه ومتابعين الفيلم ويسور نفسه فما بالك اليوم بالسوشال ميديا يعني احنا اليوم الأطفال كلها دتابع هذا الشيء والمشكلة أنه المحتوى الهابط هذا المحتوى الهابط يعني يمشي مثل النار بالهشيم المحتوى الهابط يمشي بطيء جدا جدا ليش لأن ما لكو تركيز المحتوى الجيد العفو المحتوى الجيد ما عليه تركيز فبالتالي حتى لو يطلع اليوم أستاذ كريم يستضيف لشخص عده محتوى ما رح يكون ذاك المتابع إليه بس اليوم إذا جاب لشخص محتوى هابط تشوف ذان يوم المنصات تتناول الموضوع معانات بها القصة معانات حقيقية تشتقدم محتوى هادف محده محده بقى خمسمائة ألف مليون استهداف للمراهقين والشباب والأطفال يعني هسه ذول اللي حساباتهم عبر الملايين عشرة مليون وخمسة مليون لو تشوف المتابعين تنحصر أعمارهم دائما ما بين عشرة وخمسة وعشرين بالمجمل يعني أنا لو تابعهم كلهم عشرة خلاء خمسة وعشرين سنة نعم يتابعهم فهاي هي المشكلة أنه جيل كله ده يتابع ترجمة نانسي قنقر